وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيم صندوق مصر السيادي بتعزيز جهوده الهدفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول وممتلكات الدولة وتطورها بشكل مستدام لتعظيم العائد منها ولصون مقدرات الأجيال الحالية والقادمة جاء ذلك خلال اجتماعا للرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وعدد من المسؤولين لمتابعة نشاط صندوق مصر السيادي وخلال الاجتماع طلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على مجمل مشروعات وأنشطة صندوق مصر السيادي لزيادة حجم الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني وقد شهد الاجتماع عرض مجمل نشاط صندوق مصر السيادي خلال الفترة الماضية حيث وساهم الصندوق منذ تأسيسه في جذب 43% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بعد 14 مشروعا وقيمة حوالي 37 مليار جنيه والتي تركز على عدد من القطعات الهامة للاقتصاد المصرية خاصة الهايدروجين الأخضر وتحليل المياه والتعليم كما تم استعرض جهود الصندوق في استغلال المباني والأصول الحكومية التي سيتم إخلاؤها تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة اشتركوا في القناة